راح تعصين؟ راح تعصين كنت لحقني عصين بس ايك بالفيسبو لهم راح هايدي قوي هايدي قوي واسقة فيه 100% لا لا انا واسقة فيه بس انهم يعني ما بفزا بيحسوا بالزان بتجاه اوليدون انه انا كل شي سيمعوا من عالم انه لحظة اللي بتشوفوا يعني رح ينمي الجسم كأنه it's not that جاهزين جاهزين ready رواء هلا انا بس عندي سؤال هدا فينا نعلي صوتنا يعني بس نتضحك تماي قد ما بدك قد ما بدك هلا هيدا هول المايكروفون فيهن 32 بيت هادي تكنيكل مش 16 بيت وقد ما يعلى بقدر جاعة ارجعها بطي صوت شوي عالي انا زا كتير تحمست عالي شو اخباركم شو اخباركم شو اخباركم شكرا لتأتي بالفيسبو لدينا شكرا لك شكرا لنا شكرا لك شكرا لك شكرا لك نكون اليوم معاك نحنا اول مرة اول بودكاست اول بودكاست اه اه جيد فحيك حبينا المود كيف حاسين فكرة البودكاست بشكل عام مش بودكاست تابعي بس انه ان جنرال صار هلا انه تريند تريند انا كتير بحب وخصوصي يعني مش بحب اوقات البودكاست لانا بتعرفك على الشخص اكتر مين هو ومعه وقت يحكي يعني معه سعتان يحكي وفي البودكاست يلي مش انترويوز حتى بحبهم في كتير بودكاست عن مواضيع اجتماعية ومواضيع علمية وهيكي فبحس it's a good trend to have يعني مظبوط اوقات منحب مثلا اذا رايحين شي مطرح نحطهم يعني نسمع بودكاست بالسيارة بكون هيك رواء وما بدنا نسمع موسيقى مظبوط هلا هي فكرة البودكاست ان واحد يسمع مش يشوف هلا بس صارت هلا صارت مع فيديو بالظبط صارت مع فيديو بحس في بودكاست معينين خرج تسمعهم بس يعني انا في بودكاست ولا مرة عندي الحشرية كان احضرون يمكن ما بارف زي موجود فيديو مثلا انت بحس من النوع عبالق احضر يعني بحب بحب احضر بحب شوف الديوف وهيكي بس اوقات وت يكون اكتر الموضوع يعني مركز على موضوع معين وخلاص ما بتعود تفرق ما هي محضر ولا لا يعني بحس it depends على البودكاست اهم شي انه البودكاست يكون مواصفات السمع فيه مقبولة على قد النظر يعني كيف كمانكة صوت صح فانه يعني واحد مثلا اذا عام البودكاست بس تصوير بده ينتبه انه في عالم يكي معا بتشوف بده بس تسمع فالساوند كتير اي اي في منهم يعني شغلة صغيرة كواليتي بتخليك تنفر منه يعني في منهم انه invest in a mic اذا عندك بودكاست اذا نسمع مظبوط ما يكون في ايكو هيكي مظبوط وشغلة حلوة بالبودكاست يعني انه هيدا long format content long format الطويل انه يعني هلأ نحنا بعصر انه content كله على السريع very short فتحسوا رجع شوي صغير العالم انه اوكي صاروا يقولوا اوكي it's a podcast اما ما حضرين حالهم انه قادرين يسمعوا اكتر او يحضروا اكتر بتحس هلأ انه مثلا يوتيوب فيديو 15 منتس لا ما قلش لدي احضر بدي 15 ساكين او بودكاست ساعة ونص ساعتاني هلأ اتذكرت كمين فكرة انه كتير منحضر بودكاست من عشية مثلا نكون قاعدين لأيامنا البيبي منحب نحضر هيك نتعرف على الشخص اكتر و it's fun to watch مظبوط انا منشان هيك بقول البودكاست شخصيته لازم بتكون it's not pure entertainment بدي يكون في بدي يكون ريلاكسين عم بيعطي information عم بيعرف عن الشخص entertainment انه بدوا واحد صغير او ما مركز على الستي عاد يمبسط ويدحك هيدا هولي بيجو بسوشال ميديا اكدر او بالشورتس اكدر كول شو اخباركن نحن نبلش هيك اسئلة كيف تعرفت عبعد هيدا السؤال ايا برجن بدك تبعي ولا تبع مهل هو بدك الهيك اللي فيها ملح وبهار شوي ولا المزبوط هلا كل واحد عنده برجن لا لا رابع بعض اوكي انا حبق في ايغو في ايغو يعني لا مش هلقات بس انه نحن يعني عنا مي كوزين ان كومن ف كوزينت مرة انه قالتلي انه كنا ببيروت قالتلي انا اليوم ضاهرة مع رفقاتي وهيك اذا بتحب تجي قلتلي لا صراحة تعباني اليوم مع بالي ف انا كنت سالي 3 سنين رفقة معه وما باعف انه عندك كوزين ومش انه مش الضاهرة ندبر حد انه عادة احنا رحين ناخد وعساس جاي وهي من هديك المعنى تلق ومعت لا لا ما قليش لدي ف اجت رحت انا و انا رحت اوكي شو صار قلبتلي راس انا عبدو فهيدي هي هون نختلف عليها انه هو بيعمل حاله انه هو انه عادة بنت مثل كل هالبنات لا لا ما بقول هيك هي اول شي اجت ففتين منتس الضاهرة احنا ما تقولوا انه اجت ففتين منتس بس والله قلتلها وقتها لفتتلي نظرة انه جاي عم تنكت وما بعرفها وانه حلوة ومهدومة كتير فانا حسيت انه بوث انه لقطة او قد تكون واحدة من الاثنين عرفت فانه عجبني شكلها وجاي عم تنكت ما بعرف شفت واحد بالباركينج قعدت قلده انا انه مين هايدا لها لقد فيتت غري يعني اخدي وجه عم تنكت وقعدت ففتين منتس وقتها وفلت فاقع ما انه ما قعدنا كل الليل انه تقلت حالي عرفت ايه فبعدين عملت اللي قاد على فيسبوك كان وقتا يمت فيسبوك وحركشت عملتلي لايك على صورة قلت اوكي شكله مش الحال تقلت حالك لانه شفتي يعني كنت عم بتقلح حالك عليه انه ما كتير بحب اعطي وجب من اول بس انه لا تقلت حالة تقلت حالة يعني هي كانت مسافرة انا كتعيش بدباي وهي عيشة بالصين that's another story فالنو كانت كانت فيل بعد ثلاث يام وانا كمان عايشي بالصين ايه ما حالك بتركني لك يا لالفوتك فكرت لمازحة لا لا مش مازحة سوري مش مازحة فأنا كتعيش بدباي وهي كانت عيشة بالصين لانو كانت عم بتدرس صيني هي لغات كماندي scholarship she talks about this هلا اذا بدك بعدين من نفتح فقلت لأ انو عنا ثلاث يام انو عبالي شوفي انو خلط انت عين اظهر ديت يعني I was very direct ايه اليوم تعباني اليوم نعساني طب انو ما ظهرت ففلت يعني في الليل فلت انا عدو باي وما شفتها فقلت لي بس انا رايحة على دوباي يومين ثلاثة قبل ما ارجع روح على الصين او وان ويكي ممكن قلت لي هلا انو ما شفتيني باللبنان بديك ترجع نروح تشوفيني بدوباي يعني قال لأ خلاص وعدوا مدري شو قلت لي اوكي انو انا براسة انو ما كن فيه شي يعني انو اوكي تعرفت عليه وشخص يعني ما راح فكرة لاباية ترجع كيف فانا ما بحب هيك كمان انو ضغري يعني انو اعطي وجه واندلق طب ميليسا قديش البنات بياخدوا ريسك بهيدا اللي هو انو انا بدي تقل حالي ويمكن هو الشاب مسلا يقولي يمكن ما عجبته او هيدا هي بتكون انو معجبة فيه او فيه استلطاف بس بتاخد ريسك البنة اعلى يعني عرفت كيف شاب ضغري انو ضغري بيعبر ضغري بيجرب بيحاول بس ممكن هو ضغري انو ازا اخد رفض وهو من ناحيتك يمكن ما يكون رفض يكون متل ما عقلتك بدي تقل حالي او ما بدي ادلق حالي صح هلا انا كمان ما بتقل حالي بس كمان انو بحركيش فيه شوي عرفت كيف بزيت الساين ايه بزيت الساين يعني مش انو يعني يعني كمان ازا كله لا 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 خلاص حيزها وما عرفت كيف بس انا مش قصدي ما بدي تقل حالي كمان انو بدي شوف انو هو شو بده يعني هو بده يكون رفق معي بده بده اكتر عرفت شو قصدي فبهايد الفترة كنت انا انو ما عندي حدا بحياتي وانو بس بحب انا يعني شوي شوي انو ما فوت ضغري ازا تكون علاقة بعد ازا يعني بتلاقي البنت تعمل تست اكتر بتجرب بتشوف قديش هالشاب فعلا بيهمه الموضوع اه اه انا هيك رأيي لازم كل البنات يعملوا هالتست هيدا مش لازم كل البنات هلأ اوقات البنات تتحشر اكتر بالشباب انو مش ضروري انو بس الشباب تتحشر بالبنات بس بياخدوا يعني ممكن حتى مال يعني ما كنتت عملني عاساس انو يلا ضل لك الحقني شهرين ثلاثة يعني انا ضلت عم صر لانو في ساينز يعني كنت عم تحكيني كل نهار نجي عشي بتاعي انو ظهرت لا تعباني بعدين فهمت انو عن زاد تكون تعباني انو بتحب تنين بكير انا هيدا شي بعدين اه اوكي طلع طلع طبيعي صادقة يعني وفكرة تب ما كمان هيدا هيدا الموضوع كتير مهملة انو فكرة كمان اه مسلا بعثلك مسج وبتبقي انت شفتيها ما بديك تردي طويل لرد ايه طويل لتردي طيب شو هالحركات هيدا مش عنك عنكم ليك مش حركات بس انو انو تمان بيين انو احنا ريكدين وراهم انو وهو اذا رد بسرعة لك شو دالق حاله يعني كمان انتو بتاخدوا انو لا احنا منحب بس يرد بسرعة اه اوكي واذا ما رد بسرعة بعتاد بتحبه اكتر ايه انا كمان تتحرقص شوية هل اللي حقلك شو رجع صار كيف تغير الديناميك يعني وقت اجينا على دوباي اه العساس بدأ تجي تشوفني انو شوفها وهي كانت بأبو دبي اكتلي يعني انا كنت بدوباي فاجت على دوباي وسأبت انو بدي شوفها مع يعني كان في جروب 25 شخص هلأ انا بطبعي شوية بستحي انو اتعرف عبنة قدام كل هالاشخاص انا كان بدي نظهر انا ويها انو هيكي على رواء ما بحب اعمل موفي يعني قدام 25 واحد رفقاتي مش انو 25 ما بعرفه انو ايه جاي وانو كله حولينا ما بدي باي انو ستبعرف بين الشباب كنا صغار يعني انو بين الشباب شو شكل عجبتها كفاء انو اجت هي فانا ما كتير عبرتها كان سلنا جمعة وجمعتين بحكي انو بليستاعي شوفي كتاعي شوفي اجت انو تعملت معك انو هي واحدة من بس هي فاكرة عم بلعب انا انو عن جد انا كتمنجوه انو ماني اخد راحتي فسهرت كل الليل من 8 ال 11 ونص وقررت تتفل وانا انو مش ما عم بعبرها بس انو كأنا واحدة من ما في فرق مش انو تعاني اطلع نحكي على البالكون تانو تحركش بلكت يعني بحس كمان انو بتفرق الكاركتر تبع الشخص عرفت انو في ناس يمكن ما بتستحي انو هو طبعه بيستحي فما كتير عبرنا كل السهرة وانا يا عم انو هلا كنا عم نحكي انو بنا نشوف بعد شو صارلك عرفت ففلت فلت بس زبطت لصالحو حسيتي انو انو هيدا عم بتقل حاله ايه بس انا عصبت ما بعرف بحس انو في تناقض شوي يعني زبطت بس انو ايه لك وين صرنا يعني بس اه رجع بعدين بعطلي مساج يه كيف فليت قلت له خلص فليت وثلاث سرات بعد بداعود مش مهتم امينا ظهر شي ما تراح قلت له لا خلص I gave you a chance قلت له بدك روح نعمل كازدورة قال لا ايه كيت نيم عند هير كزن بمارينا قلت له من روح من كازدي بمارينا قلت له ليك صالي اربع ساعات انو هلأ تذكرت فقلت لك هيدا شكله عم بيلعب او عم بيتقل حاله يعني كيت له مصلحتي فرجعنا من بعدة لظهرنا اول date بس انو اصلا كيت رحي على الصين فما كان انو كتير مش ما قالوا معنى بس انو براسنا تنيناتنا انو هيدا الموضوع بعد الفيسبوك اي اي والفيسبوك قدين مدته كانت ماشي كله عبعده هيدا اسبوعين عم نحكي انا انت عرفت على يوم تلقى ادعى فيسبوك حكينا لقلت لها تعينا حكي واتساب وعا واتساب صرت تعينا اظهر لا ما فيه تعينا اظهر سفرت اجيت فهو اللي كلون ارجعنا اظهرنا date واتواز فن بس انتنا قلنا انو لك انت بصين وانا هون انو اشترك بقية عم نحكي مع ما بعرفيك مع فرقة وقيت فانو حاسنا مش ضابطة بس انو مش انو يعني ما رح ناخد ستاب لقدام بس خلينا نحكي صح قلنا خلينا نحكي وانكمل حكي وهيك ومنشوف وين منوصل يعني وين منوصل فبعد خمسة شهر بعد اقل شي ثلاثة شهر يعني كنا هون سبتمبر صيفية خلصيت رجحت اجل بالجانيوري كمان ارجعنا ايه على دوباي لأنه أهلا هوني فبتجي بس يخلص السمسر هوني كانت تجي فهوني ظهرنا هيك أسبوع وربعة كل يوم كل يوم كل يوم فقط للكي شو انه خلص انه لاتس تراي انه شكلنا لأنه ضلينا نحكي كل هالفترة فقط لخلينا نجرب وهي ما كان عندها مشكل انه انا انه هوني صرت انه حسيت انه لا في مشاعر انه جربت انتي زبطت لصة انه تجي على دبي غيرت البلان من بعد ما خلصت هيدا السنة انا كن خلص يعني يا بدي ارجع على دبي يا بدي ارجع على ابو دبيل عند اهلي او انه بدي ارجع على لبنان وانا درست بلبنان فقط عم بشوف انه شو بدي اعمل هلا انا من من النوع اللي او يمكن انا من النوع ما بعرف بس انه ازا ازا انعجبت بحدا وانه انه يمكن غير مشاريع تابعولي كرمال كون مع هادا الشخص ما بعرف بس انه قلت انه وينوت انه خليني شوف هو كان بدبي وصراحة انه صحة لي فرصة تشغل وقلت اوكي كانت خلاص يعني بس وقتها كان صلنا سنة مع بعضنا يعني حتى بهالسنة انا رحت زرتها بالصين يعني كان صلنا شيء اربع خمسة شهر بس بعدنا من الدحل على هذا الموضوع انه انه لحقني عالصين تللي انت لحقتني عالصين بالله لكن ما فيه اقول لا يعني بالنهاية اصلا وقتها رحت كان سنة اربعة وشهر سوى انه عم نحكي فانه صار رفقاتي انه لوين رايح انه شايفة جمعة لوين مسافر لعنده بس انه انا بحب السفر انه انا اخدت انه ادفنتشر ماكسيموم انه رح تعصين رح تعصين كنت لحقني عصين بس ايك بالفيسبول لا 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 اقطع رح هايدي اوية هايدي اوية هايدي اوية لا بتعرف شو انا لانه كعندي عادة ما بحب انه وعيد هم فهو ايضا لي قال لي انا بدي احجز واجي بدي احجز ويقول له ايه انا اتركوا اي 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 ما يعني ما حد براسي انه خلص هيدا معقول يجي عن جد فدلني أنا ما يعني ما أجي ما أجي بالسيرة هو عم فكر أحجوز مثلا شهر الجي وكل ما نقرب كل ما يعني خلص إنه أنا قلت له بدأيجي بمي إنه قلت له أمتين تقص حلو عندكم بصين أمتين خارج عندكم بصين أنا قلت له بمي قلت له خلص أنا بدأيجي بمي فأنته أنا إن شاء الله ما يكون عم بيكذب أول شي بس إنه خلص ما أخت واتيت ما بدأي أنوا عيد وإجا هلا هو بس إجا حسيت أنا بالسخن إنه يعني عمل هيدل ستاب كرميل إنه يتعرف علي أكتر وهيك قلت أنا إنه الصبي جدّة الصبي جدّة أنا قلولي إنه لوين رايح إنه شايفة عباعد وإنه انتجات جمعتين وإنه الباقي كله واتساب وهيك بس إنه أنا براسقت أنا دفنتشر وببرم بالصين أنا كتير بحب سافر فإنه ماكسيمو شو الورست كيس سيناريو إنه بيطلع منه إنه ما منتفق ومنتضحك لبعدين عرفت يمكن هلأ ما بعمله ما بوعرف بالتلاتينات بس إنه بالعشرينيات الواحد بيكون أكتر من دفع ما كتير بيفكر فراحتوا عن جد يعني كتير تسلّينا أنا وإياها وسافرنا ووقتها ما قلت لأهلي مثلا إنه حلما يعملوه عروس ومتجوّز ويكتلهم بيعطيني بالشغل قال أف والله هصابي صار مدير بدبي ويبعتوه على الصين شغل فإيه كان جيدا فمن بعدها يعني هيدا كله بعدها تعرفنا سبتمبر رحت لعندها ماي اللي بعده سبتمبر اللي بعده كانت إجيت على دبي ونقلت لقيت شغل ومن وقتها خلاص صارنا سوا أنت الخطبنا جوازنا جبنا ولد بتحسي في فرق ميليسا إنه يعني عم تعملي كذا تست وعم بتشوفي المزدقية أكتر يعني كبنت بتلاقي البنات هيك بيتصرفوا أكتر على إنه الشاب الشاب بيحس إنه ريسك أقل عنده أوكي بيجرب ظبطت ما ظبطت ما اتفقنا البنت بدأ تاخد كتير يعني ستابس قبل ما تقول أنا يعني معجبة فيك أو أنا بدي فوت بريليشنشب سيريس ريليشنشب أنا بحس البنت كمان كتير يعني عقلة بيشتغل بالعواطف أكتر يعني مثلا إنه إذا حبيت حدا يعني عن جد بتحبه للآخر وبتقدر تغير كل شي كرماله أنا هيك بحس كبنت وأنا يمكن هيك بس يعني ما بحس الشباب هيك يعني الشباب إنه شي ما ظبط خلاص بيقطعوا بس مش مش مزوط هلأ هي ما مستعدة ما مستعدة تعطي بسرعة لإيمكن إذا عطيت رح تعطي كل شي وتنجر وإنه يمكن على شي منح أو شي ممنح أوقات يعني بتكون بعلاقة ما فيها تطلع منا الريسك عندها أعلى بكتير من من الشب بس أنا بحس لأنه مال هي هيك يعني أنا باخدها مثال بس ما شايف إنه هي هيك أنا شايف كومون إيه فينا النعمة بس إنه هي مش عطولة بس بحس هلأ ما بعرف لي أنا حاسس شوي تغير عن مع إنه مش هلقد إن إحنا كبار يعني بس أصدي بحس هلأ للجن زي غير شوي نحنا الميلانيال صغير يعني عرفت أصدي الأصغر بس تغير شو؟ إنه بطل بس البنة يعني صارت نينيتون من أوقات تلاقي شاب يمكن كتير عاطفة أو تلاقي ابنت لأ بس إنه هي وانس تو اكسبرينمت بلكي أو هيك عرفت أنا عم بحس عم بلاحز شوية تغير عند الجيل الأصغر بس مش عن جيلنا يمكن ما بعرف وضو مش هلقد في فرق بس إنه بحس لأنه هن بنات إنه يعني كمان يمكن عندهم جرأة هن يخدوا مبادرة أو ما بعرف أنا بحس بطبيعة المراهية يمكن طبيعتها بيولوجيا إنه مسلا بالنهاية بدا تتزوج شخص بدا تخلف من شخص واحد يعني طبيعتها هيك يعني طبيعتها يعني إنه بطبيعة الرجال يمكن إنه ما بعرف مفروض تكون نفس الشي بس تصناد بالطبيعة يعني عم نحكي من مليون سنة يعني اسكي بس إنه هو كمان إيه حاسب الاثنان يعني أنا بمسلا بحالتنا إنه أنا أكيد ما كنت بس إنه براسي ما عم بتسلى إنه إنه عم جات سفرة لحق تعصين يعني أنا براسي إنه حدا إنه معقول يود هذا الموضوع لزواج وهايك بس إنه تنينتنا كنا كمان على نفس الموجة إنه بدنا ناخد وقتنا بإنه نتعرف على بعض قبل ما نخطئ على خطوة الزواج مش إنه تعرفنا اليوم ويلا وتعونوا تجوز عدتوا ثلاث سنين التقريرين تعرفوا بعض قبل الثلاثة ثلاثة؟ 2015 تعرفنا 2019 تجوزنا يعني إذا بدك يعني ثلاثة ونص يعني فينا نعتبر 2016 عن جد عن جد يعني ثلاث سنين يعني ثلاث سنين تعرفوا خطبة وبعدين زواجنا في 2016 كتير منيحة دلوقت يعني يعني سائب لعمر كل منيح وحسوا إنه واحد يجربوا بعض أحنا ما ياخدوا خطوة كتير صح حتى متما قلت لعمرنا يمكن أنا هلأ لو بعدني سنجل على الثلاثة وثلاثين إنه ما بدي أخد ثلاث سنين وقت لأتعرف على بنت بس بينما على الخمسة وعشرين كان معي هالوقت يعني بحس كل واحد حسب التوقيت حسب الشخص عرفت يعني بوقتها أنا تعرفت علي يمكن بعد سنة سنة ونص عرفت إنه خالص حكمل معه بس إنه كنا صغر ليش نتزوج وهيك فبحس لو هلأ يعني ممكن أخدت أقصر الوقت هدي صاركم مجوازين من 2019؟ من 2019 أربعة سنين أربعة سنين وحطوا وقت كمان لحتى تقرروا تجيبوا بيبي إيه؟ حاس حالي دكتور ممعرف ليه لأ أخدنا وقت هلأ كوفيد هابند بس إنه كمان كنا مقاربين نحن أخدنا وقت لأنه عالجاد إجا كوفيد وكمان نحن كنا عبالنا يعني يعني اشي مع بعض نحن مجوازين عرفت شو قصدي؟ يعني مثلا إنه نطلع سوا نسافر سوا يعني حبينا كتير هيدا العيشة سوا كتير وبعدين وقت سرنا رادي إنه خلص إنه عبالنا نعمل عائلة قررنا إنه ناخدوا هيدا الأرار عملتوا الـ content تبعاكن سفر وما سفر هيدا هالشي كان قبل قبل البباء أكيد يعني هيدا الأرارتوا إنه خلينا نحن نستكشف العالم وبنفس الوقت إنه نعمل content ونطلع يعني نسجله أو تكون سفرنا وقته على آيسلند وآيسلند إنه يعني كانت بوقت آيسلند يعني destination كتير قوية بس ما في كتير عالم رايح عليها من العالم العربي أتليست يعني منا مش إنه بتقول باريس أو إنه مش ما فيها الإجر مش الـ typical منا typical وغالية يعني مش رخيصة يعني غالتها توصلها بس حتى الطبيعة يعني عن جد أنا ماني شايف بلد هالقدة لأنه بعده خام مش مضؤور ما فيه كتير سوح ما فيه سكين وعدد السكين كتير قليل فوقتها رحنا صاروا كتير عالم رفقاتنا هيك الأنطوراج يسألونا هي كيف تروحوا وكيف حجستوا وهيكي صاروا عم بيهتموا شوية بسفراتنا ونحنا كنا كتير نحب نسافر يعني ما كنا نسافر لحالنا كنا نسافر مع جروب وهيكي فقلت لها شو رأيك نبلش هيكي مثل travel blog وقتها كان في كتير couples أجانب بيعملوها بس ما كتير كان في couples عرب بيعملوها يعني ما كان فيه محتوى سفر كتير بوقتها فقلت لي أنه أنا كمين بحب هيك أعمل شي لا هو بس جاب السيرة قلت له بتعرف شو أنا هلأ كمريقلك نفس الشي بعني بتذكر كنا عم نتمشى وفتح الحديث قلت له بتعرف أنا كتير عبالي أعمل هيدا شي كنا بأمستردام لأنه ما عملناها لحال عملنا قبل أمستردام ممكن وبعدها كوبينهاجن فممكن بكوبينهاجن كنا ماشيين قلت لي بتعرف أنا كمين كتير بحب هيك شي ثلاثة بتاع هي نجرب قتلمي بس أنه بدى عمل وأنه مشكل العالم تزبط ما عطلة ما يناحن تزبط نحنا لأنه قد ما ما نحب نسافر كل ما نروح لمطرح ونرجع رفقاتنا العيلة كلهم يسألونا أنا شو عملتوا بس أولونا وين رحتوا وين جيتوا مطاعم مطاعم وين رحتوا نحس أنه لازم نعمل هكي مثل قايدز يعرفت؟ وملنا ويبسايت يعني وما استلمت الويبسايت أصامنا الشغل أنا بنستردام تصوير وكابشن وإنستاجرام بوقتها كان إنستجرام بس بيكترز وهي عم تعلمت كيف يعملوا ويبسايت وأساساً هي بشغلة SEO وهي الأخبار فأنه الويبسايت بعد ولا هلأ يعني بعد ولا هلأ بيعطوا لي لك الويبسايت واقف بدي هيل جاي دعني وعملناها على فترة طويل يعني من 2017 مارش 2017 لكوفيد ضلينا سفر يعني قبل كوفيد بشوي كنا نقطع شوية كوميدي لأنه في أفكار يجونا الفيديو الشهير الفيديو الشهير طبع عقبال كون نحن عملنا فيديو هيدا ضرب كتير لأنه يعني منقلد الناس اللي بتقلنا عقبال كون نحنا نحنا كنا مجوزين لأنه منسافر ما كنا مجوزين لا ما كنا مجوزين كتير ومع بعضنا وعننا هالبيج تاوى يعني هلأ ما كانت ساوكت عملها ذا رحال مش رحالز قال لي بركتها راكمة اه ايه في براندنج بدا لازل انا بديو يشتغل عشانل عم فكر لقدام ولا لحكمت ايه فلحظة في براندنج بعد مصر فيه كونتريات يعني الزال انا عم يعمل حساب خط الرجعة اوكي بس انا عم بشتغل كل الشغل انا انا خمسين بالمية عالقليلي بس انت لاحظت انه انت تبنيت فكرته كمان قلت له وانا كمان حابة ايه فانو قلت له مش معقولنا عملها ميليد وانا ميليسا انو احنا مش مجوازين بالك تراك بس لحيدي صراحة عم بمزح شريرة شوي شوي فيها شار لا حكمت اربعة ايام عم فكر بالدومين اللي بدي اشتريه على ذا رحال او رحالز بدهم ما قلت له لانو اذا بدي قلت له رح تقللي لأ جيب رحالز بعدين قلت له انا شو خلت تقبسني على انتجوز انا براسل ما بدي اتجوز يعني كان عمري 26 سنة فشتريته بالا ما قلت له يعني خيبته رحال قلت له رحال اي خلو وهي رحال يعني كمان لغويا انو مسافر مسافر كله مدروس هلا تتشوف انو اليونيفرس ما خصو بالفلانز تبع بس لأ احنا كرمال هيك سميناها رحالي كان كذا اسم يعني مطروحين هلا بعلننا نتضحك وهلا صرنا كوميدي بالاخر فما بتعرف وين بترجع بتوصل ايه وين كنا عم نقول عم نحكي عن فيديو عقبالكن فنقطع نحنا فيديوز هيك بتضحك لانو نحنا طبعا بحب ينكت بين الاصحاب والعيلة وهيك يعني انا كتير بحب قليد وهو كمان يعني ما في ولا قاعدة منكون قاعدين انو هيك يعني قاعدين هيك انو زهق عرفت منحب نتضحك منحب نمبسط فمنقطع كنا هيك شوي فيديوز وانا قاعد نقق عليه فقد قاعد ما في قلونا عقبالكن فعملنا انو فور ويز تتردوا على كلمة عقبالكن بالموسم الأعراس وعملناهم بطريقة يعني كتير كوميدي وشريرة انو مسلا اول واحدة مسلا انو شو رأيك تقولي لبنتك عقبالك مسلا تاني واحدة انو بدك هلا انو تجوز وعدنا عملنا عرس يعني انو كان فيديو صريعي فكتير ضرب يعني جاب بوقتها شي ميتان الف فيو ونحنا كان ستبايج عشر تاليف فولوور فور اصلا واو قالت لا لا نحنا مش كوميدي بليز نحطي بالجرور نكمل سفر تقولي يا ابن الحليل تعال كل ما قال له مسلا تعنا عمل كوميدي قال لي لا انا بدي ركز عمحتوى السفر تابق انو اوكي واحدة والسفر كتير حلو بس هلا يعني كنا يعني خلاص درب كوفيد وشو بنا نعمل يعني بنكمل فيه هيدا الحديث قبل كوفيد كوفيد ما ما عطى لحد هتشوف اساسا بس نحنا الوين المشكلة نحنا مسلا هلا ازا بدي قعد اعمل مراجعة لا ما مشي السفر انو انو انت عم تعمل محتوى سفر وانت انا مانة فول تايم ترافلر ولا هي يعني عم نشتغل ناين تو فايف ومنسافر اربع مرات بالسنة انو قدي بدي اربع سفرات تعمل لك كونتنت بس اوكي اداع حياته انو انت بتعرف الكونتنت كتير حياته قصيرة فاكمل هيك ونقول لا ما عم بيمشي مع انو الكونتنت تبعنا حلو والعالم النيش كانوا كتير يحبونا يعني كتير يحبونا يعني كتير يحبونا كل هالخبار بس انو ما في جروث يعني ما في ما عم تطلع عند العالم ما عم يشوفوه بكلف يعني كمان ما يكلف يعني كل الفيديو بدك تحت سفرات باتو غزنة بالضبط ايه وحصرت تطلع سفرات قديمة شو مصور عنده بالصين تطلع كأنه هلأ سفرنا عالصين عمال في او علي عامل في او يعني كارثة فوقاعدين ان احنا هيك انا هيك انا هيعد بالمكتب عم بيبعث ايميالات والعالم يا الله هتا كل يوم يمت تادي بيسافر بس الكوميدي الحلوي والكوميدي اذا هيك سيقبت يعني انتو لما ليش هيدا ضرب قصة عقبالكم لانو عم بيعلق على يعني مشكلة موجودة بالحياة يعني عطول في بوش او في براشر على الكابل او البنت او الشاب انو تجوزوا عقبالكم اي انت راح تخلفوا نفرح لكم ما نحنا نحنا كملنا نفرح لكم اي يعني اي ماتة بدكم تجيبوا ولد نفرح منكم وعملنا له غنية كمان اي وقتا ضرب وخلص وقتا اجا كوفيد انو اساسا قاعدين بالبيت ومتل ما عم تقول انت ضرب لانو وبتصور يمكن اكتر كومنت بيجينا على الكونتين طبعنا انو يعني العالم بيقدر يشوف حالهم بهيدا المحتوى يعني المحتوى طبعنا منو بوليشت افكار عنجد بالاول كانت اغلب الافكار هي صايرة معنا تكون عم نعمل مشكلة انا بيها نقعد نكتب او مثلا حدا من اهلنا قال شي او هيك فا والعالم عم تحب انو يي نحنا كمان هيك نحنا كمان هيك نحنا كمان هيك فالكوميدي ترافلز اسرع مظبوط وخصوصا عم بتطلعها من ديلي يعني من يومياتكم ومتل ما قلت يعني من شوي انو نحنا ناس من حب نضحك عرفت انو فحسينا انو بيعكس شخصيتنا بيعكس شخصيتنا ايه بس ما توقفوا الترافل يعني فيها تكون موجودة صراحة كتير مفيدة وفي اشخاص يمكن ما بتقدر تسافر بيحسوا انو عم بيسافروا معكم خلال يعني بيكون هاي الجورني كلها سوا حتى انا يعني مثلا انا في في ما بعرف اذا كبل بس في بنت مذكرة اكتر شيء بلبنان معنو هي اجنبية جايد قلبي يمكن ايه صرت انا عم بحضر مع انا لبناني وبعرف لبنان بس هي عم بتشوفها من غير غير محل لان احنا موقفنا بس يعني كل ما هلق نسافر بنعمل بلوغ سفر بيقولونا ايه اشتقنا وهيك بس بطبيعة حياتنا هلق مع بيبي اساسن سفر موقفا لأول فترة بس كل ما نروح بنرجع بنعمل لانو المحتوى على يوتيوب طبعنا شوي لايف ستايل مش كوميدي اكتر عرفت وهتا منحط يعني they enjoy our trips هلق بعضن بس انو منو مركز على المسافر بس نحنا لانو بنعملو بلوغ ستايل يعني بنعمل مثلا فيديو دقيقة على انستغرام بينبسطوا في انو سريع كمان منو كتير طويل بيشوفوا وين اكلنا وين رحنا وهيك بلوغ ستايل وفويس اوفر فبينبسطوا فيه كمان وبعدها بنعملو كمان بطريقة انو قايد يعني انو اذا بتحضرو بتعرف وين بدك تروح وبيسألونا يعني بتعرف خلاص وقتها بعدها بيسألونا بالديقام خصوص الادم انو بدنا نروح لهون what do you think فيمكن يعني حطينا هالكريديبليتي وحتى وقتها نسافر نحنا كتير بيوصلنا دي انس نروح لهون روحوا لهون ها وقتها سافرنا عايطاليا بعضهم لانو ايه بيحبوا كتير قالوا لنا روحوا عاي المطعم وشو يعني قصص كتير فيها تفصيل فانو كمان هني كمان هو البلان كان نسافر سوى ما بعد ما تجوزنا بس انو قعدناهم بالبيت يعني هول انا ما بدنا نجيب ولد ابو الاسنتين ثلاثة بس انو قعدناهم بالبيت بس انتس فاينا مش مش اخر الدنيا شفت لك كونتنت حلو كتير وعا كولومبيا رحتو يعني يعني هلا ايسلند عم بتقلي غريبة بس هديك اغرب يعني هادا هانيمون هانيمون بكولومبيا ايه ايه مابلو اسكوبا ايه نحنا شو نحنا قلنا بتعرف شو والله خلينا نروحش مطرح بعيد اوكي ولا مرة انا قاطع هيزا الهيضا 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 الالطع ايه ولا مرة رايح حتى امريكا انا مش رايحة قلت له بتاعرف شو بدك تروح قال ايه? قلت له من حديث لحديث صار تفكر انا يا عم انت شو عملتك إنه بدل ما تروحي مالدين يعني هيك تقعد تروقي راسك من بعض العرس رايحة إنه على مطرح بعيد إنه مدري كم ساعة لتوصلي طلعت هيك يا الله وأنا بتحمس بحب أعمل هايكينج وهيك هي ما كتير بس المطارح اللي نحنا رح نالها بس شو يعني اللي بيدحق أكتر إنه هون أدفنتشرس بده كل شوي يعمل لي هايكينج بلان يعني نفيق ساعة أربعة الصبح تنلحق إنه رايح على بيرو مثلاً شو بده قعد نم مثلاً بالبول بالطبع القتال إنه مالحقين يعني كل دبي بول زون فإنه وهي إخي شي تايشو قدت له بدي نين يعني عم نوحا ساعة أربعة وخمسة الصبح تنروح على هالمطرح ونستفيد لأنه بيروحوا بكير هنا تايمشوا لا أحلى شي بماتشو بيتشو في ماتشو بيتشو بتعمل هايكينج أوكي ومن بعدها في جبل تاني أصعب وبيفوتوا بس مية شخص بنهار وهيدا كتير صعب الهايكينج في تابعه فهي طلعت الحجزة إنه كرمالة وبتنطلع بفرد مرة ويك ما شو صار معي بس يمكن إنه عاملين قفر أو شيء قلت أنا يلا بشتريه فوصلنا خلصنا بيرو قالتلي بعد في هذا الجبل لا لا ما بتتذكر شي صار ما قلتلك وقتها خبيتها قال لي يا يا ريت عنا تيكت هون قلت له تيكت هون قلت أنا يا بنت بتقوليلو إذا قلتيلو بدو يخدني على هالهايك وشو صعبة يعني أنا شواي بخاف من العلو بس شفته أنا ميت لا يطلع آخر شي قلت خلص يلا كسر الشر يلا قولي معنا تيكت قلت له بس إنه تعبانين فينا نفلع البيت قلت له نووي يعني وصلنا لهون هي هي هيكت هيكت هي ساعة ونص بتتلو معنا بس فينا ما نطلعه مثلا إنه في هيدا الابشن الابشن بليز وما بلي قائل طارق قلص يلا إنه ما هو شو بتكون هونيكة بتقول إنه مرة بالحياة بس طلعنا من نص الطريق صارت إنه وات اس ديس لانا اي ديس سايلة فور ديس بخوف في محلقة عادت خلص أنا بدي أرجع طب ما هنزيت وإنه لن نرجع من كون طلعنايها وصلنا لفوق مغامض عيوني كل وقت لأنه عنجد يعني قدامات شو بيت شو عالي هو بعد أعلى يعني عنجد ومحطينا بالفلوغ مغامض عيونه وهيك قاعدة لازق بالصخرة كتير بخوف فطلعنايها بس نأ يعني كان بس إنه ماشي الحال رحتوا على الحبس تبع بابلو اسكبار محل ما كان محبوس ما كان معمر للحبس لابعه لابتروح على مطارح ما بحياتك بتفكر المعقول تصل لأ يعني أنا كولومبيا فجأتني يعني كنا رايحين عساس بيرو هي هايلايت السفرة وبدنا نلزق لشي كونتري هيك هيك رحنا ساعة إكوادور ساعة نحط أرجنتين ساعة فقالنا كولومبيا يلا بس تفجأت قدي حلوة يعني مدايين كتير حلوة حتى مش بس إسكوبار في عندهم كوميونا 13 هونيك يعني كانت كلها جانجستيرز وهيك بعدين اجت الجمعيات وعملوها محل سياحي فكتير حلو حتى سانتا مارتا وقتا رحنا يعني في محل نمنى بنص الغابة بعدين بتعمل تصل على الكاريبين سي لأنه هي عامل بلانينج فأنا عم بمشو وعم بنصدم هي إنه شايفتهم قبل على جوجل بعدين شو مثلا يقلي برافو إنك هون مثلا شو إنه يهنقني يهنيني يهنيني على البلان أنا أطلع فيه إنه أنت جي بتعمل البلان بشكل عام بحب إنه أنا أعرف كل شي لأ ما بحب هيك أمشي مثلو يجب أمو بحب أعرف كل شي أبو بوقت بس بتخليون لقلة مثلا هيدا الكاريبين قالتلي لتع رحين على البحر رحت طلع فيه هايكينج ساعة ونص بقلب الغابة لابس فليب فلوب أنا واصل بالمشاية هو قلت له أنت عشان بتعمل إنه أنا ما دارت لي إله يعني قلت له ما رحين نمشي قامتين قالتلي بنص الغابة أنا طلعت فيها قلت له ليه لابس هايكينج شوز قال ما أنا عارفة بدأ نعمل هايكينج طب شو رأيك تخبريني بعدين بنراجع قالتع نطلع على الحصان لأنه تعبنا فيك ترجع على الحصان أنا واصل إجرية يعني بتقول رايح على الحرب هيدا مش هانيمون حتى يتكره كل هايكينج عم تقاصصك تتعلم يا الله من بعدها اجت كورونا وقفنا سفر صح وكيف عررتوا يعني اجيتوا هيك قلتوا بنا نغير الكونتنت طلعتوا بين الأفكار ساعتها الكوميدي وهالقصص من وراء كورونا اجت ناتشر الأكتر يعني مجبورين واجأ تيك توك صراحة يعني تيك توك اجا فرض حاله صار نوع الكونتنت غير 15 seconds تيك توك اجا تغريق 2020 اي كان صار اسمه تيك توك ولا كان ميوزيكلي لا كان تيك توك انا نفدت على ميوزيكلي انت اعم تعرفين ميوزيكلي لا قبل تيك توك هم نفس الاب اوه نفس الاب في عالم كانت كميري على ميوزيكلي نقلوا الفولوورز على تيك توك انا دقلي ابني قلي بابا شفتني على ميوزيكلي قلت له لا شو هاي قلي ما بتعرف ميوزيكلي قلت له يا بابا ما بعرفها يعني كيف انه انا اولد سكول يعني زغطور هو قلي هنا وداونلود قلت له خلاص اوكي بابا يلا عملت لها داونلود نفس المبدأ انه تلبسين وميوزيك وكذا بعدين اي اشتريتها تيك توك اللي هي الشركة ما شو اسمها الشركة بايدانس بايدانس اشتريتهم كلهم وبعدين غيروا اسمه صار اسمها تيك توك وبلش اي لأ نحنا عوقتنا كان تيك توك بس شو نتطلع فيها للآب من بعيد انه كتير ولاد عن جد كتير يعني هيك نفكر فانه جانيوري تونتي تونتي وقتها صار الكوفيد نحنا يعني اربع خمسة شهر يعني ما مش انه دغري يلا مش دغري فتنا يعني مش من اي اخدتنا وقتها نفوت ما ها هي هلأ يعني انا عملك لو ما ابني صغير يعني عمره عشر سنين او بوقتها ممكن عمره سبع سنين او اثمان سنين انه ما رح فوت على هيك بعدين فتت عمشوف انا لازم فوت لانه انا بالسوشال ميديا ام اكتف وما بدي يضغنا مس اوت بس بدك تفهمها ضليتني فترة وصار تيك توك بيضلوا الاكاونت تبعك هو زيته يعني بيكمل ما بيزغو لك نقلو فنقلوها بس ما كنت عم بعرف قديش يعني انه كلها دانسين كلها قديش هي رح تقوى يعني بصراحة ما حدا توقع ما حدا توقع البروجيكشن ما كان واضح حتى نحن يعني وقتها بالاول قلت له تعانو رقص مال بتحب اصلا اول شي بتحب ترقص وعبالها كوميدي انه عبالها تفرفي شوي قال لي مال انا ما برقص انه ما بعرف قلت له طب انا بعلمك بتذكر اول فيديو يا الله لانه بالاول كان انه بيعلموك وانت بقدك تطبيق وبروح الفيديو طبعك يعني بيروح فايرل فبتذكر اول فيديو يعني كتير ضرب قلت له بتحريف شو خلينا نكمل فتنا شوي بالجو بس انه رجعنا قلبنا للكونتينت اكتر كوميدي كوبل يعني كوبل كوميدي اصلا هو تيك توك بالاول كان بس متلو عم تقول انت انه ايدر بتغني او بترقص بعدين صار في تنوع المحتوى وهون وقتا لقينا حالنا اكتر لانه صرنا المحتوى اللي عم نعمله على انستجرام فينا نعمله نفسه على تيك توك وانا برأي تيك توك حتى قلب القصص غيروا غير كتير قصص يعني الالجوريتم كمان اشتغل على انه كتير زاكي الالجوريتم زاكي انه اللي بتشوفه اللي بتحبه هو اللي بتطلع لك على طول وجبر انستجرام صار عندهم ريلز وجرجع جبر ويوتيوب صار عندهم شورتز جبرون قصد بصارت لترند يعني غيروا قلبوا كل المعايير وحتى يعني بحالتنا جابوا part of the يعني في اساس فالتحولنا مخنا عليه يعني أنا كنا نعمل بالأدت حتى بالكوميدي يعني في اساس كنا نعملها بطريقة معينة فنصرنا نشوف لا اوكي في طريقة تانية تنعمل تستوحي من غيرك لانه ما عم بتشوف بس العالم اللي عمله نفولو بيطلع لك عالم من وين ما كان من العالم طريقة الأدت عملوها الترانزيشنز وبتسهل كمان يعني قصة انه ما ضروري تعرف تغني بس بتبين انت دانس نحنا ما عملنا كتير دانس يعني هيدا الفترة كانت عبوه شهر ودغري قلبنا كوميدي بالزبط وبنفس الوقت هني بطريقة يعني بمعنى جيبوا أشخاص دعموه يعني شو ما كان الفيديو تبعهم لو يعطوه فايم دغري هيدا يعني صار العالم تقول لك لا أنا أشعر ستار و أشعر انه هيدا البلاتفورم لانه انستجرام ما عم بيقلع معه كان كل البلاتفورم كتير صعب تكبر هارف ليه لأنه ما عم بيطلع لك عالم جديد اللي عامل لهم فالو انت بتشوفهم وتتعمل شي كتير واوي روح فايرل كل عالم تسمع فيك يعني نحن عم بيقلك هيدا كل الفايد لالفين تساتعش بعد عنا عشرين الف فالوور عن انستجرام يعني اخدين الموضوع جد بس الارقام كتير هيدا وصار في شي اسمه تيكتوكر مثلا يعني هني جيل جديد طلع أو اللي انشهروا على تيكتوك يونو عن انستجرام ما عندهم شي بالمرة يعني يعني ماش ضابطة معهم هني صح بعدين صار فيه انو الاشخاص اللي هني مشهورين على انستجرام أوكي لاتمي ما بدي تروح علي بدي انقل لا لا انو تيكتوكر يلي ما كان عندهم كمينا نولوج على انستجرام ما كانوا يعرفوا ينقلوا هالشغلة لانو كان من قبل اذا بتحط التيكتوك على انستجرام ما حيمشوا يعني لازم يكون عندك مختلفة نوعا ما سباشي انو ما كان في ريلز يعني كانت بلاتفور لازم تكون شعطر بالصور شوي تقدر تعطي شخصيتك على الستوري هوني كانوا اوكي هاي دا الترند بعملها بيطلع لفولوورز صح ونحنا لعني لامشينا مع الترند انو تغيرت البلاتفور طبعا انستجرام من صور يعني احنا تفق اداك انو نشتغل على الصور ونثبت تبعيتنا انو هوني بدي يكون هولي الالوان والدول ويكونوا كله كل شي متناسق مع بعضه ورجعنا نقلنا نقل نقل اوعية انو بس عم ننزل فيديوز هوني كتير يعني يعني قبت صح مظبوط ما هو تيك توك ما ركز على على الشكل خلص انو انت اي شي حطه انو 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 بتحسي انو بلش يعني مين اللي طلع اللي عم بيعرف يجيب الفلتر صح واللي عنده ثلاثة ثلاثة على ستة بوست واللوك تبع البيتش تبعه انو بلش يطلعوا الحاملة وعم تتصور ما في يعني ما في كرياتيفتي اكتر ما انو في لوك انت فيل حلو انت كمان ما هي فايزز يعني مش انو غلط صح مثل الفاشن بوقت بلدرج كان داريج انو انستاجرام لايف كله نفس اللون الكاميرات عم تتطور بالتليفونات العالم يعني الفلاتر هيك فيطلعوا اف لما كل العالم صارت قادرة تعمل نفس اللوك هيدا طب شو مانا شي جديد هلأ اجت تيك توك بالكرياتيفتي تبعه والحلو انو الشي جديد هو انت يعني صار بدهم بي يو كون حالك لانو انت يونيك فصارت هلأ لترند وترند حلوى صراحة اخر سنتين انو انت تكون على طبيعتك لدرجة انو الفيديو اللي مصور بالتليفون لا شعريا الالغوريثم بيحبه اكتر مش انو العالم بتحب الوكواليتي هناك بفكره لا الالغوريثم عم ب كان عم بيعمل بوشنج لهالفيديوز فبتلاقي انو اوقات منقصد نصور بالتليفون مش عطول كل شي لازم يكون لانو اللي عم بيشوف عم بيحس اوكي انا اول شي يمكن بقدر صور مثله تاني شي انو اه شكل هدا عم بصور حياته كل يوم خليني شوف شو هو الفيديو فمن هون بتشوف الفيديو بتقول اه اوكي يعني شوي فدرج المحتوى يلي هيك اند جو تفرش شخصيتك هو الالغوريثم وال وال نفس لانو دي على هيدا وتعبوا تعبوا من الفاشن انفلونسر يلي حياتها بيرفكت وتعبوا من ترجع لزمان يعني مسلا كان الاعلانات تيجي بس على التيفي بس بالمجلات وهيدا وكان شكلها معلب اي وكتير 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 والموديل بيرفكت و و ريتوتش هالقصص فهيدا كان بس يعني مع هيدا اللوك بيجيك برودكت يعني بيجي بيعوك برودكت لما تشوف هاي الاعلان اللو هو هيك سلو مو وكتير مرتب ومدو شو طرقوك برودكت يعني رح تشتريت دفعت مصارف فأنت عطول عم تنطرق من بعض تشوف هاي الصورة البوليش باك عم تشوف انت صورة كتير حلوة او اروح اشتري هالميك اروح كذا في كذبة يعني عم بيبعوك عم بيبعوك صورة فصرت انت لما صرت عقلك لما يشوف صورة بكتير بوليش وستايد وبروفيشنال هاي عم بيبيعني شي صح نعرفت كيف فصرت الانفلوانسرز مبلشوا هني اكتر بالموبايل وكذا صار انشانيك الترديشنال الادورتيزين وقف يعني بعد فترة صار الانفلوانسرز كمان يقبضوا ويعملوا اعلانات وكذا فالعالم بطل تعرف وين بده تروح تلاقي صح اجت تيك توك شوي صغير يشاف انه عالم فعلا هي يعني ولاد شباب صغار كذا مفي ورا يعني تنقول الادورتيزين مش جايب يعني شي وهلأ ارجعنا فتنا بمحل انه كمان صار كله عم بيقبض فكما بكتجرة تعلق تلعف جديد بس الحلو هلأ انه الشي المنيح للبراين انه من قبل كان يحط دعاية بالبورد عالطريق وان اد فتس اول يعني نفس الدعاية بيعملو للكل هلأ اذا نفس البرودكت فيك تبيع لكذا شريحة بكذا طريقة بتحكي معهن تخسروا فرصة كبيرة انكم تسوقوا البرودكت للأوديونس بالطريقة اللي هني بيفاموها يعني اذا جيت لعندي وجيت عندي انفلونسر فاشن وجيت عند حدا بيعمل مباعر في سيارات عم تسوقوا كله بنفس الطريقة للبرودكت عم تخسر خلينا انا احكي مع الوديونس بالطريقة اللي هني بيحبوها وخلي هيداك الانفلونسر يحكي معهم بالطريقة اللي هني بيحبوها فهلأ عم تصير اكتر تارجيت من قبل على الراديو على التيفي كل عالم بتحضر نفس الشي انا واخلي وابني عم نحضر نفس الدعاية بينما هلأ منحضر كزا دعاية لنفس البرودكت فهلأ لبعض و لابد لابد ما هو جانيون ما هو لا صح اكيد لابد هلأ صار الآديونس زكي لأنه اول شي صار عنده هو يقدر يعرف شلي يعني هو قادر يخلق كونتنت عنده كاميرا عنده تيفي اللي هو المنصة طبعه عارف الامور كيف عم بتصير فصار يميز بين الشي الفايك وشي المنيح وهيدا اصلا كمان اللي اللي ليش البودكاست كمان انتشر وهيك لأنه البودكاست ما انو بوليشت مثل المقابلات التلفزيون واللي ممكن تكون فيها اجندة سياسية او اجندة اعلانية او ما بتعرف انه هيدا الشي مضبوط ولا اسئلة ولا في تالي برومتر حاطه عم يحكي فصارت العالم خلص انو بيطلعوا بالاشخاص بيحبوا الكاركترز مثل ما هن بيحضروا بودكاست ممكن يأخذوا منه نيوز من البودكاست او او اي افكار تانية وما بطل بدهم يحضروا تيفي يعني حتى تيفي صار عم بيعتمد على المعلم او مش على على السوشيال ميديا يعني بتلاقي حتى اللي بيجبون ضيوف عم بيكونوا ايضر من السوشيال ميديا او بيجو عند السوشيال ميديا ندعم هالحل لانو تيفي عم بيعاني عم برأي يعني لان في كمية مهولة اليوم تفتح بيفجر بوجه مزبوط حتى تيفي اذا بتلاحظ في كتير تيفي صارت عم تعمل معظمة وعم تعمل تيفي شوي يعني فتحوا بودكاست فتحوا بيكون مثلا موزيع بتعرفوا انت مثلا موجود مشهور على التلفزيون صار عنده بودكاست للتيفي هيدا صحي العالم هنيك بدت تكون موجودة اي يمكن انه يعني عم نبوسيت اكتر بهيدا النوع الكونتنت يعني عرفت و لايت لايت و رو و رو و ان ديماند مثل ما منا وبعدين الحلو فيه انه بيتجزق كمان يعني يعني مثلا بودكاست ساعتين فيه تخذي انه تحطيه على انستجرام يطلع شورت حتى يعني مثلا انا بالأحسن اليوم انه عندي وقت لاحكي يعني اوقات مثلا اذا بيستضيفونا يعني على التيفي معنا ماشي عشر سوين او عشرين سنين بس تنجاوب ويكون هيدا احسن جواب اذا بدك وانه خلاص خلصيت وعرفت فاليوم عم بحس انه هيدا شي بيخليك تكون قاعدة بقالب معي عشر دقائق سيجمين طبعي شو بدك احكي فيهم تكون شي الو عازل انه اليوم عم نقدر نحن نحكي بمواضيع هك جنرال يعني وانه يعني نتعرف على بعد مظبوط الوقت كتير كتير مهم حتى لو انه ما كل الاشخاص سمعوا كل البودكاست بس اي عم يطلعون البودكاست هني وان رادي معيك وقتك انت يعني تتفكري بالموضوع وما انه يعني كمان ما انه سؤال وجواب يعني ما انك مضطر جيوب كأنه عاديين عالكوتش خبريني ننقل ميليسة شوية كيف اول شي اول شي بل ما ننقل ميلاد كتير بيحب الكاميرا وبيحكي كتير انا هيقلت عن حالي مش مش هازع قلت له اول شي لحكم ما بيعرف قلت له لايك انا كتير بحكي وانا ما عم بعرف جيبة بطريقة تانية نحنا شو نحنا شو قلنا له عارفها لا لا عادي عادي لانه نحنا قلنا لك يعني انه هلا بتطلع دج مننا اكتر بالعادي بكون عم صورة بتقولي خلاص انا تركنا ايه بزاقفة خبطي من تحت ما هيك ما هلا مش عم بقدر وصل له عرفت كيف لا بس فتح لي موضوع عنك تير بحبه فاسترسلت ايه ما هيك خلاص ما علي لايك ايه بنعرف نحنا كل واحد ليش انا خليته يحكي لانه كل شي وكل شي افكار وهيك انه هو بيبلش هيدا وانه فخليته هو يكون لقاله السؤال هلا في موضوع كمان طلع عال وبيخصها لقالها الولادة هلا اكيد بيخص تاكي وانت حكيت انه نحن ولادنا ايه نحن ولدنا يعني ويعني رح هتلاقي عالم تقول انه ما يعجبها الفكرة بس مش ضروري بالفيزيكال بارت بس انه بالأموشينال وبالدعم مكني تحدد للك Lisa من الحي there وابدي رأيك ب بارتБ بميلاد بميلاد ده كان حديك. وبارت انو خدتوها جورني كتير درستو الموضوع كتير حتى رحتو عالمستشفى قبل بوقت يعني كنتو محضرين حالكن ويموشن لي قديش هالشي يغير كشخص. فثلاثة اسئلة يعني يعني موضوع واسع كتير. انو بدان نفكر فيه صراحة. اول شي يعني تبلش انو بالاول يعني اول ما حبلنا. نحن نقول حبلنا عرفت كيف انو كرميل انو مش قصة شي بس يعني انا ما بقدر اعمل كل شي لحالي يعني لاتس فيس ات انو فتا احكي شوي عن البرغنانسي. انا كنت حمد الله تجربة كتير حلوة ما كتير الدياقت ما يعني اوكي في اشياء مثلا وهيك خصن بال يعني شوي يعني تعذبنا بس يعني ماشي قدام غير غير بنات قد يعني بتتعذب. كانت تجربة كتير حلوة ويعني يعني مبسطت بكل مرحلة منا يعني كل مرحلة مثلا انو نروح نشوف البيبي شوف بطنعم بيكبر وهيك يعني احساس جديد بس كمان بتحس حالك انو ايف انا يعني خلاص انا رح سير مسؤولة عن عن شخص قريبا جدا ويعني ما بخبي عليك انو كان في شوية استرس. هلأ نحنا كمان طبيعتنا انو منحب نشوف الحياة بوزيتيف عارفت انو كل شي بوقته حلو وشوي شوي يعني ما يعني ما اوقفنا التصوير انبسطنا. انبسطنا كتير بها المرحلة كتير. وكنا انو انو تجي الوقت انو انا ولد فيها يعني. قدي لقيت مهم انو زوجك ميلادك ونحدك او بشكل عام يعني قدي الرجال بيساعد بهاي المرحلة. اول شي لازم يساعد لانو مش كرميل شي بس نحنا منقطع بفترات اوقات ما بعرف ازا الهرمونات التغيرات الشكلية العقلية يعني في كتير اشياء بتأثر على نفسيتنا نحنا. يعني ازا ما انو حدي يعني تسابورت مي ويقل لي انو ير اوكي وشوي شوي يعني انو يعني انو تسابورت مي وانو بتبنك على شيفة. هو كتير كان حدي كتير كتير كان حدي ويعني اكيد كان في كتير بكوات. مش انو اوكي ويسي اوكي بس انو كمان فيه قصص اه بتقطع فيها. وهات ما بتفهم انو انا ليش او بحس انو عرفت. اه. وبالشكل بتلاقي انو لازم الرجال يكون عم يدعم المرأة كمان انت حلوة وبيتغير شكلها بتنصح بتحس بي انه هي مسلا اني ممكن هو ما يكون حدا او يلاقي بنت تاني احلى منها بهذه الفترة. قدي بتكون لا لا انا واسقة فيه انا واسقة فيه بس انو اه لا لا مش قصة انو يشوف حدا انتهي ماخص بس نحنا نحنا كا يعني كامرأة اه كتير يعني كتير في احاسيس متضاربة عرفت بتبطل تقدر تفكر بطريقة فبدك حدا يرجع يجيبك عالطريق الصحيح انو لانتبهي هون انو انت يور جود وهيك انو ما ما تزحي عن الطريق فانا كتير دعمني كتير اه واحيني على اشياء كتير قال لي انو شوف انت هون انو انو عرفت يعني اه بيخليني ارجع يعني فكر بطريقة حلوة بتحسي عم يعطيك يعني بوش وموتيفيشن اكيد 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 وبعدين نحنا كمان تنتحضر على هيد المرحلة انو نولد كمان اخدنا كلاسز واخدني هون سوا يعني كمان هو هي وز انفولفت يعني ما خليني انا انو ايه انت سألتني الشي عن الولادة ولا لا سألتك عن دعمه لقليك ايه وسألتك اموشنل شو غير فيك هيدا هاي المرحلة ولما خلفت شو حصيتي تغير فيك وشو اللي شي انت قلت انا عيوصوق اموشنل وتغيرت حياتي ايه اه انا انا وقت ولدت يعني ما كنت عارفة انا شو ناطرني ام عنجد يعني كتير من رفقاتنا ام قالوا لنا انو انو برح تتغير حياتكن وهيك هلأ الناس عندن كمان تندنسي يقولو لك الناجتف عارفت انو ام رؤية تتشوفة وقتة ولدي رؤية تتشوفة انو رح يصير عمره شهر رؤية على ثلاثة شهر كل مرة بيحضروك لمرحلة اسوأ بتقول انت يا عم تبرؤوا علينا شوي نحنا بدنا ننبسط فيها لهالمرحلة عارفت اه وعندك الشقة التانية اللي بيقلك حلوة وهيك بس انو كان كتير في حكة ونصايح يمكن ما بديكيها ونصايح يمكن ما بدييها انا بس انو انا اي ولكم افرثين وبعدين انا براسة بفكر بي انا شو بدي فوقتها اجيت يعني خلص انو ولدنا وهيك خلص صار عنا انسان بحياتنا جديد بدنا نعرف نحنا كيف بدنا نتعامل معه عرفت اه صراحة ما بقلك انه هيني كتير صعبة كتير كتير صعبة وقد ما اقول كتير صعبة بس بتحس باحساس منك حاسه بحياتك وانا بتمنى لكل حدا عباله عن جد بس كتير صعب كتير يعني بتقطع بمراحل يعني بتتخبط المشاعر براسك بتقول انت اف يعني يعني اف انو خصوصي وقتها تكون داون او مثلا البيبي بوشي او يعني كتير مهم انو هو يكون معي بس كمان ما بخبيلك انو كمان كنا نختلف اوقات يعني بتحس حالك كتير فيه سترس عرفت ما فيك يعني تسيطر على حالك بتظهر من حالك بترجع بترجع يعني مش هين ابدا بروسس بنا اتنا نشتغل عليه ومش ناك بقول انو كتير مهم انو انو يكون هيدا شي مع الشخص المناسب والشخص اللي بيفهم عليك وانتو تفهم عليه اكيد بتحسي انو هوني هوني بتقولي الحمدلله انو انا اختياري سليم لزوجي لانو هلأ مش لحالي انا انا ما فيني هلأ اترك واذا تركت انا في حدا عمين اذا مش بس انا صح ومش بس هيك انت كتير بتقطع بمراحل صعبة خصوصي انت وعم بتربي هلأ انو اول اشهر يعني اول ثلاثة شهر مثلا صعبين وبيضال في شي مثلا تهتمو وانا دايما بقول لرفقاتي هلأ اللي مثلا حبيلة او انو ليه ولدوا يعني بضال نحكي بالموضوع انو في كتير اشياء تتعلمها كاول مرة وتطبقها كاول مرة يعني انت كأنو كابينك هيك بشركة تكون انت سي او ويلا خود هالمانيول وبلش تطبق من دون ما عندك ترينينج ولا شيء يعني انت عندك كتير فرست انا بسميهم فرست انو اول مرة مثلا انو تعميب البيبرون اول مرة اني رضع اول مرة اني مثلا اشفط حليب يعني في كتير اشياء يمكن حتى النسوين بينبعدها ما كتير بتحكي عن المواضيع عرفت اوقات بتحس انو عبالي يعني هل انا عم بعمل هيدا شيء صاح بتسأل حالك عندك كتير تساؤلات هل انا عم بقصير يعني this is motherhood عرفت وفي كتير اشياء ما بينحكوا انو ما حدا بيحكي عنا بسلا هايدي كل مرة كنت عم بنكت على الستوري عم بقول انو انا جاية بدي لبس صبات مش عم بفوت باجري ليه عم بقللهم انا كبرانة اجري حدا هيك صار معه فكلهم انا كمان انا كمان قلتلهم يا جماعة ما حدا نحكي عن هيدا الموضوع اللي هو تفصيل كتير صغير وبسيط يعني مش انو بس انو بتتشوف انو في كتير اشياء العالم ما بتحكي فيها وبتنصدم يعني بتقول اف ايه يعني بعدنا عم نتعلم يعني كمان احنا منقول انو trial and error اه بتطلع فيه بقلو شو اولك مزبوط عم نعمله غلط عرفت مزبوط مزبوط اه انا اعطوه بالله مزبوط احنا عم نعمل مزبوط شفت الولد فيها ايه شو حصيتي شو هو البيبي اول ما شفتيه الليك بدي قللك الجواب بصراحة اه ما حصيت بشي يعني مش قصة ما حصيت بشي انا كنت كتير خايفة اه يعني هلأ انا شخص شوي بيعمل التوتر انو اذا في شي مشهول يعني ما بعرفش شو رح يصير عرفت لكل شي كان تمام وهاك بس انو الولادة كانت كتير هاينة حمد الله بس لو صلت الله كنت كتير يعني بتوترة اه 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 كنت عم تبكي كل نهار ايه اه 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 لاحظت الولادة ما وخلص ايه وخلص لانو انا ما كان بالحزبين ان اروح على المستشفى يعني انا كنت حطة تاريخ وولدت قبل بوقت فهيدي القبل بوقت هيك غيرتلي البلانز طبعولي انا بحب كل شي يكون فبوصل على المستشفى وبيقولولي نحنا هلأ ووالأدمتيو بدنا خلص يعني حسيت انه انه واو انه it's now it's time it's time فكتلت مشاعر وهيك وبالاول ما بتحس بشي انه بدك خلص تبلش التطبيق اللي انت درسته كله يعني بيطلعلك هيكي متل flashback انه انا شو بدي اعمل بالبيبي اول ما يخلق وهيك ويكون كل شي بيرفكت وبتخاف انه ما يكون كل شي بيرفكت فهيك. ثم ما حصيتي بشي اول ما شفتي ايام بتقليلي. اكيد انبسطت. اي. بس انه. بس شي وحصيتي تقل وراح انه اتطمنت. ايه. اه. وتاني نهار بيبلش الاحساس وبيبلش يكبر يعني. يعني انا لا لا خلص استوعبت انه عندي ولد يمكن لتاني نهار. وبتبلش يعني تستوعب وتبكي وانه حمد الله عكل شي وكلها الاخبار. وهلأ بتسألني يعني بعد ستة الشهور بيقول لك انا مغرومة فيه. انا مغرومة فيه. يعني. ومنه منه احساس مثل اه 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 يعني مش انه مثل اه. اكيد غير نوع حب. غير نوع حب. يعني مش معقول. بس في كتير مثلا بيحسوا اول ما يخلق الولد. انا لا انا حسيت بعد شوي. اه يمكن لانه انا التوتر سيطر علي شوي. بس انا تاني نهار تالت نهار بلش شي كبير يكبير 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 يكبير. لهلأ ماكسيمام وبعده عم بزيد. فهلأ استاس عم متعلق عفيه زيادة بصير انا قوات بشتغل عحالي انه خفف شوي. بيضل يزيد والحلو بيصير بالولد بس تشوفيه يعني كباوبين بعض وهيك يعني بشكل لانه جعلت هيك عارفتيكي باول اول نظرة وخصوصا الباية يمكن البي اما معندة هاي شي بيطلع انه شو هيدا ليش طالع هاي شكله عارفتيكي بيكون بعضه يعني. اه. فنحنا نظرتنا بالبايبيز بالافلام وكذا بيكون يعني عارفتيكي فهدا هدا احساسي يعني. لما شفتو انه شو هيدا لايك شكله فانه كون شوائي احمر لونه وما معرف شو. مش شادد لاينزل يعني. ايه. عجال حرام هو كأنه يعني بيقولوا لك يعني بيخط معركة لي يجي على الحياة فبتشوفي بتشوفي بتبلشي تلاحظي بس يكبر تتذكري هديك المومنتز اذا كانت حلوة لما شفتيه وهيكي ومستغربة انت هو استغراب يعني وبتشوفي انه الكاركتر بيخلق من اول نهار ويعني حتى يعني اشياء بشكله بكرة يعني الله يخلي لكم اياه بعد بعد فترة هيك يصير عمره خمس سنين يكون عم يبكي تذكري هاي البكوش بتشبه اول بكوة معك حق تعريف لانه هو اول ما ما طلعون يعني بك كتير قلت انا هيدا صوته رح يوصل مدري لوان يعني بس يكون مش مبسوط فوفعلا هلا بس يبكي صوته كتير كتير عالي مدري لو مين طالي فأيه لا معك حق بهيدا الموضوع بس حتى معك حق بنقطت انه ما في instant connection بس هيدا الشي ما بعرف ليه بيعين ايه او بيحكوا عنه اكتر يعني ما بعرف اذا بيحسوا بالزان بتيجاه اولادون انه انا كل شي سيمعوا من عالم انه لحزة اللي بتشوفه يعني رح ينمي الجسم كأنه عارفت it's not that بس نتروح حتى انت قدت حكيت هيك فأنا قلتешьه اوكي مش بس نحنا لا لا كلنا هيك بس خبره خبرية بس ما حدا بيحكي بحس انه ما حدا بيحكي بحس انه خبره خبرية to prove the story أنا فاتت بابني على المستشفى لتخلف ما قدرت فوت لأنه مش ولدي طبيعي سي سكشن سو أنا ناطر لأنه ما شو بده يسير يعني فمطلعين ولد فأنا جايني هيدا الإحساس Oh my god ابني ومدرشو وكذا ولكدين فيه قاتلي لا هيدا مش ابني فلما رجع إجا ما يعرف كيف طلعت إنه هدا هو طيب بس لأعرفت شو بده بحس راحت خلص But it's not true يعني إنه هو هيدا لقد ما فيه ضغط وناطر وكذا وبحس يمكن البي يمكن هو اللي ناطر أكتر الأم لأنه عنده الضغط وهيدا السترس بس الأم حاس فيه صلة تسعة تشهر عندما أنك حاسس بشيه أنت حاسس فيه يمكن عرفت بس مثلا أنا أنا كنت عم بيخد عحالي أنا وقتا خلق ابن أختي حسيت إنه بسعادة مفرطة يعني مش معقول نهار اللي خلق أنا ما كنت باللبنان بعطولي صورته حسيت إيه إنه هيدا مثل كأنه خية مش ابن أختي حسيت إنه فأنا قلت إنه إف بكرة وقتا يكون ابني شو ححس إذا هيدا ابن أختي وهيك بس وقتا ابني حسيت إنه يعني برجع بعمل مراجعة بعد وقت لأنه بيكون عندك براسك مئة ألف هم مش بس إنه أو ماي جاد خلق ولد أو ماي جاد خلق ولد هيدا مسؤوليتي بدو يبكي كل الليل إزهي هلثي هلا هو بتفكر فين عولية غيرك بس بيكون البسط هو الطاغي بعم هون حسيت البسط منه الطاغي كان أنا بحاجة في مسؤولية أكتر ممكن في عالم ما بتحسيك من عالم عن جد بتحس من أول لحظة بس أنا وياها تنيناتنا وما كنا حكيين بالموضوع بس وقت وصلنا على البيت ثلاثة أيام ظهرنا من المستشفى وقت وصلنا نحنا وياها على البيت قعدنا نبكي تنيناتنا بس ما بعرف ليه قلت لها شوفي قلت لها حسيت هلا أستوع حسيت إنه حمد الله ظهرنا من المستشفى هي منيحة هو منيح حسيت هلأ إنه خلينا البسط هو اللي يضغط كان في مسؤولية في مسؤولية وفي ضغط بعدين ما حدا قالنا أنه أول ما يخلقوا بظلهم يبكوا يومين ثلاثة يعني هنا ما في نوم يعني خلاص مثل الزومبي بعدين شو يعني كمان من الأسس اللي يعني أنا قبل قلت لك أنه في ناس قالوا لي انترى لهون انترى لهون مظبوط يعني نحنا اللي عم نقطع فيه منه شي هين يعني أنت بالنهاية عم بتربي ولد يعني مش كل ولد مثل التاني فأكيد قطعنا بمراحل صعبة وهيك إنه شي ضال يبكي شي هيك بس إنه صار تقول إنه كيف كيف عن جد إنه الناس فيها تجيب إنه ولاد بعد وهيك وبالذكر حكينا بالموضوع إنه قلنا إنه قلنا إنه الله بيعطيك حب يعني أنت بيعطيك قوة أول شي بيعطيك قوة وبيقلك يعني بيخليك إنه أنت تحب ابنك هالقدة تتقدر هالقدة يعني تتحمل عرفات يعني أنا قبل ما يعني يعني ميلو بيعرف وبيتسأل علي بها الموضوع أنا النوم كان يعني أنا الأولوية اللي عندي هي يعني النوم أحب كدير النوم فإنه وقتها يقولولي إيه ما حتنامي قولي باي للنوم على البيتس حتى يقولونا قولي باي للنوم وهيدا طب أوكي عقول باي للنوم بزي هي عاملة سترسة على هالموضوع هي وحبلة يعني مش عاملة سترسة إنه بدا تصير أمه عنده ولد أنا كيف بدي ما نام أول شهرين إذ لا تبدأنا نوصل هلأ واصلينا يعني بس هلأ مثلا تسألني كمان الله بيعطيك هالنعمة إنك تنسى وتقدر تجيب الولد الثاني مثلا إنه تفكر فيها مش إنه تقافة يعني وعطولي الولد الثاني بياخد الخبرة اللي أنت صارتها عندك يعني بياخد خبرة وحتى بياخد أقل سترس من مالتك إنه ايه أوكي عام بيبكي نحنا أول ما يبكي خليه يبكي هلأ تركه أول شهرين أول شهرين نام علينا ما بيعرف تاخد لأنه كل ما نحطه يبكي وما بيأسر تركوه أنا شو ما بيأسر لأ هايدي أكتر غلطة بيغلطوا فيها الأهل هو لما ينام نايموا الولد حدهم يعني لأنه بعد فترة إنه مفروض ينام بتاخده بس بعدين بتبطل مش بس قده بس تاخده اللي حد كن يعني هيدا ما بيعودوا الولد فبيصير عطول هو موجود عطول بده ينحمل عطول كذا الولد الثاني دي غري من أول نهار على على تختك أد ما راح تعاني أد ما راح تعاني من هاي الشغلة بتعرفي لأنه بيكون كتير في عندك حنية ويموشنال وما بيأسر يعني مثل إنه خلص أنا بيحمله وما بيأسر فبس هالشي الأجانب كتير بتحسيون إنه خلص نحنا من خربت كتير بتعرفش هلأ عم بلاحز من القصص اللي أخدناها وهيك صار في سكول أكتر راجعة شوية على الحنية يعني بيقولولك إنه صاح ما تعودوا بس بس أيضا إنه حمله لأنه هول لحظات ما حير شغل يعني أنا وما نحس نيتنا شبعنا منه لأنه حملناه بس معك مثلا ما نيمناه حدنا يعني نيمناه بتاخد حدنا أكيد وعلى الخمسة شهر هلأ نقلناه على قوتو يعني ماشيين بيقول بس إنه بس أول شهرين بس نيم علينا حتى أول أسبوعين كان عندنا قانون ممنوع حدا ينام يعني ممنوع نتركه إنه يعني كيف عنده مراقبة ما بعرف ليه حتى يعني في دراسات بتقول إنه لازم يحس فيك لأنه هو بهايد الفترة بعد ما بيعرف إنه هو جزء يعني مفصول عن الأن فإنه قد ما فيك تعطيه هيك وأنت بتكون يعني أوكي يعني بدك كمان هالتعلق معك حق أنتو بي أنست يعني هو قال كذا مدرسة واللي بيقلك يا إنه ما منعرف شي يعني ما في واحد يقول شو الصح والغلط بس يمكن يمكن أعرف شي إنه متما أنت قلت أنا هيك بحس وهيك بغريزتي وأكيد واحد يتعلم ويدرس بس قد ممكن ممكن يكون عم نفيده واللي عم نضره ما حدا بيعرف حتى اللي بيدحك يعني أنا ميلو بيعرف يعني قبل ما إنه جيبوا ولاد أو ولد كانت فكر إنه أنا رح كون كتير انه أنا حكون كتير جدية وأنا إذا برغت السطح السطر أنا رح ضلني صرخ وعرف كيف كنت معي لي وعزات بحسك بكرة حتجل أولادنا يعني طب ليه معنا أولاد قبل ما يجي قبل ما تحب على الحدقة هيك إنه هلأ هلأ بس فكر آآ بقول يمكن أنا رح غنجه أكتر يعني لحق هلأ إذا عم بيبكي بدي أعطيه دوة بصير تعايت علي بإلا طب إنه بدي يبكي إنه أنا مني قاسة بس إنه هي لا كتير مرهفة يعني مش كتير كتير عن جد يعني النقطة ضعفة ممنوع نقرب عليه حتى لو عم نفيده يعني يعني ما بحياتي فكرت معقول حس بهيك شي يعني بعرف أنا مش أول أم يعني كتير ما بعرف شو هالشي بس ليك بتعرف حس أنا طول بقول له إن العالم يعني يعني مثلا بيسألوا عم نعمل صح ولا أكيد عم تعملوا صح لو عم تعملوا غير عنه لو عم تعملوا بالقلب لو يعني إذا اللي عم تعملوا عم بيجي من منطلق حب للولد واهتمام يعني عم تعملوا صح لأنه بلاقي حتى هي بتحط كتير على حالة قولك أسرت بهون قلت لها إنه كل نهار بس راسك فيه يعني شو بدي يكون شو هالتقصير هيدا نظبوط يعني بتلي مثلا عم نصور معقول مش قاعدين معه إنه أنا ما بتذكر أمي وقتا قاعدت معي على كان عمر ستشهر قاعدت معي أكيد بس أصدق إنه ما رح يتذكرون هون أنت عم تعطيه هالقد حب هالقد حنان كل نهار ضلت قاعدة تقرأ كل ما نفوت له أكل وصولدز يعني أنا أنا كتير بهتم بالبيبي تعرفية بحمي معه بغير كوش ما عندي مشكل بس بكل شي شو لازم نعمل هلأ ناكستاب شو الغراض يعني هي مستلمة هوا حتى ما بساعد فيهم فقالت لها حدا مستحوز على كل تفكير كل نهار إنه ما بقى تحس بالزنب لأنه الـ guilt feeling بده يجي وللأميات أكتر أنا بيجي عنده أكيد بس عندها هي number one feeling يعني من بعد الحب عندها الـ guilt من نسبة للولد فيمكن هلأ مثلا إنه هلأ هيحس أكيد بالـ guilt إنه يعدي إنه إحنا هي مش قاعدين معه فقالت ليها بما فيلم شو نعم بحلين فيعني بدي أقلهم إنه you are doing أكيد it's amazing يعني مجرد مجرد ما أنتو كـ couple مع بعضكن يعني أم وبي يعني هيدا هيدا step في كتير عالم ما عندها إياها فstep إنه إنه يمكن تهتمي بالـ baby وتسمعي رأيه بكرة بسي كبار وتحسسيه بالعاطفة وبالحب إنه عم ياخدوا من بي وأم هيدا لحالة هيدا اللي لازم تحافظوا علي أكتر من التفاصيل الصغيرة لأنه بتقطع التفاصيل الصغيرة بيطلع شخصيته هيك أو هيك أو طف أو أقوى أو شي بس الأساس هو موجود وهيدا يعني هيدا أصعب شيء وهيدا يريد كل العالم عندها إياه يعني هيدا المنموم اللي لازم يكون موجود مانيسا هلأ وقتك كيف صار بعد الأمومة؟ عم تقدر توافق أبي بين البيبي وبين شغلك؟ أتي عم تقدر تعملي كونتنت؟ صراحة عم جارب قدمة فيي وفق بين شغلي والبيبي لأنه هلأ في مسؤولية جديدة يعني ما كانت قبل موجودة بس إنه كمان يعني منجرب نحنا ننظم وقتنا قدمة فينا يعني أوقات ما منلاحق يعني مثلا هيدا الشهر اللي شغلنا عليه على الفوزير برمضان كان نونستوب يعني بس لأنه نحنا هيدا الشيء كتير منحبه يعني منخليه إنه يكون كمان إنه شيء إن هيك ننفس عرفت إنه نكون مثلا نسترس بالمطرح معين وإنه منصور لأنه منتضحك نحنا كتير بالتصوير يعني behind the scenes إذا بتشوف نحنا كتير مننزل behind the scenes منتضحك كيف منصور وهيك إذا غلطنا إذا بدنا نحنا كتير منعيد كمان يعني منجرب قدمة فينا عرفت شو حلو الواحد يكون بيعمل شغلي بيحبها ميلادي يعني وكمان مع أنت مع الكابل تبعك عم أنه عم تعمل عم تعمله كونتنت عم تشتغله مع بعض وبنفس الوقت إنه منه شغل هو فان وهو شغل والأشياء اللي عم تختاروها حلوة يعني إنه سيزن المسلا هلأ برمضان عملته الفوزير رمضان إنه فوزير رمضان مصبوط صح فوزير رحال الفوزير رحال إنه ضربت يعني وكتير مهضومة كيف طلعت بالفكرة؟ هلأ لك سألنا أنا سنتين ثلاثة بقى لها كل سنة بدي أعمل فوزير لأنه رمضان معروفين الفوزير فيه من قبل بس إنه مش عارف على شو هلأ هالسنة قلت لها خلاص لازم نلاقي وقت لنعمله وما كنت عارف على شو بدي أعمله يعني كنا عم بيلي أعمل بلكي إنه قصة جديدة لقالي أنا ومال بس بعدين لأنه حسيت الـ content عم بيصير أوقات مستهلك وأنا بحب هيك نغير كل فترة وش تانية ننفض الـ content أما نكون repetitive يعني فكت هيك قاعد وقيت إنه نحنا كتير منقلد أوقات المسلسلات فقلت لما بنعملها إنه مثل حزورة أي مسلسل عم نقلد وسنة الماضي عملنا عن للموت كتير العالم حبه وصاروا نطرين لأنه كمان مسلسل للموت كافية منه جزء السنة نطرين فقلت أوكي من هون يعني بلشت شوية الفكرة وقلت إنه أنا كيت الفكرة originally 30 حلقة كل يوم حلقة أبا وزير بعدين يوهيت reality قلت لي مال إنه إنسية بدأ شغال بدأ وقت يعني هي عنده شغلة كل نهار وفي كل واحد style شكل اللي بدنا نضبط لتياه وكذا كاركتر ودخلت أميك وباييك صح؟ أمي وبايي وإميك وباييك هولي أمي وبايي لعنهني هون بس حتى هن بيدخلوا كمان بغير فيديوز مش بس بهيدا بس إنه في كتير إشي هناخد يعني ناخدها بعين الاعتبار حتى عملنا مع غير كرييتورز يعني بك تلاقي وقت كان فيها تنظيم رهيب يعني بهيدا الشهر كنا مشينا على الكالندر يعني بدنا نتعشى سواء أول شي ما تعشينا سواء بس شهر بس إنه بدنا نحطه على بدأت حمم بدأته على الكالندر بس آخر آخر فيديو إنه انا ما كنت متوقع ما كنت مصدق إنه رحنا عمله طيب وقت هتحط بروجيكت افتزمنا يعني تحط بروجيكت اوكي بل كي بعمله بعد شي عشر سنين يعني بس حطيت كتبنا الحلقات وتقل لي مال إنه أول شيء أنك تكاتب خمستعاش فقدرنا نصور عشرة أو وحدعش يعني بدك تحضر يعني تكون عم تتابع تحضر المسلسلات بتعرف أي مقطع بدك تاخد منه هلأ نحنا كمان استوحينا من مقاطع من زمان يعني مثلا يعني بعد هيدا هيدا الليفل أصعب لسنة الجاي بل كنت نعملون لايف على المسلسلات تبع هالسنة ايه يعني أنا جربت لأنه تقدر اكتب قبل رمضان ما نكون حاضرين فعملناهن عن قصص آيكونيك يعني عملنا عن فرينز عملنا عن دوباي بلنك يعني قصص أردي دوباي بلنك كانت كتير مهضموية كتير كتير يعني هون خلاص قال لي يعني خلاص كل شي عندك يتلق إيه أنا شو مال بعد يعني أنا بحث وجيت أنت معك لا هو أنت جيت معك ثلاثمائة ألف دولار أنا جيت معه بالعكس ثلاثة مليون دولار ستخلص ثلاثمائة عملناها على ابنها زين أخوري هون يا الله در حقنا كتير وانت ش عملت عملت صفا كمان عملتهم كلهم يعني ما عملنا كاركتور واحد يعني كله مع بعضه بس هيك يعني كل حدا ديتيل يعني بتفصيل معين انت عملت إبراهيم كمان أنا عملت إبراهيم شوي وعملت جو الصفا شوي يعني جربنا عملت دي جاي بلس كمان حصيتك لبس يعني خلطنا الشيطة ما يكون إنه بس عم نحكي لكن احنا مش كونتروفرشال كتير وما منحب نقذ الشخص بالشخصة يعني ما طلعنا إنه شخصية يعني هي كانت عم تقول جملة من زينة بس هي لبسة مثل صفا بس عم تقول جملة أوقات من الجي فما حب ما منحب لدرجة إنه كلهم تفاعلوا معنا ورجعنا شفنا صفا بعدين سوري جفنا الجاي بعدين وهيكي فأنه يعني أنا بنعمل كونتنت إنه نقدر نحضره مع الشخص إذا نحنا نعمل باردي عليه يعني مش الهدف إنك تكسر بالشخص صح مظبوط إنه إحنا بنشتغل على المحتوى ومنعرف لو يمكن دوايبلينك في عالم تعتبره إنه سخيف بس أنا مثلا بنعتبره مدرور كل شي نكون فيه ورسالة إنه العالم تتسلى في قصص دوكومنتريز عميئة في قصص والله ما حدا بينكر إنه تسلى فبنطلع من هالي هاي هورس تبعنا إنه أنا إذا ما كان بيحاكي الأيكيو تبعي ما بحضره صح وهم صراحة أنا نصدمته إنه أنا كتير يعني علات الليفل ويعني بس إنه كتير أخدوها بيروح رياضية يعني إنه بالعكس انبسطوا وتضحكوا وقالوا بليز يعني هلا في سيزن تو طالح أعمله كمان لأنه ما كان يعني للقصد بنا إنه العالم تتسلم مش تأذي الشخاص يعني ما فيها مصخرة بالعكس كانت إنه كتير مهضومة وفيه أشياء جمل هي أصلا ترندي صارت أيكونيك يعني مثل 300 دولار مثل مثلا أنا أنا I am the company I am the company وحولناها علينا يعني I am the company, I am the rachal عرفت إنه ما كتير يعني اللي حاضر مظبوط will enjoy every detail واللي مش حاضر بحيث إنه أوكي قصة متكاملة يعني كان هالهدف من الأساس حتى للموت يعني وقا أنا أعمل مال كمان بوليس أكتر مثلا أنا قاطب شط إنه بتروح شوية الكرياتيوي أنا بجي راجع في وروق وقعت مثلاً بتقص بوست ادتينج بتحضرت إلي مثلاً أنا بـ دوباي بلنكين فيه تفصيل بقول لك بس أنه أقف تصوير حسيت أنه لا أنه شرير يعني عرفت مهدوم بس أنه معقول يروح يفوت بزون الشرير فأنا لحالي قلت خلص خليني أقص له لأنه هاي شغلي هلأ منتشر كتير يعني ويديهومينايز العالم يلي هني مشهورين أو على السوشيال ميديا أو شيء في الوقت بتفكر أنه يمكن هذا إنسان مثله معقول يتطلع وينقهر أنا بقول ليه بدي أقهره هالعشر ثواني إنه كلمال أنا أجيب اقترب أكتر أو يقول العلم يقول عني مهدوم أنه فيه يقول عني مهدوم صحيح من دون ما جرد الشخص اللي عم بتقلده أو عم بنكي تعليه من إنسانيته فكل مرة بتحت حالك محله بتلاقي إنه أوكي لأ أنا بدي أقطوش هالبارت والبروف إنه الفيديو راح فيرل وما حدا بيشوفنا غير ما بيقلنا عنه والعالم يعني صفا عملت له شير زينة عملت له شير قلجي عملت له شير كل البروديوسرز يعني في منهم بعرفون لأنه رفقاتي ولبناني وهيك كلهم عملوه شير وقالوا لي إنه على الجروب طبعه وباي بلينكينو فأنه حلو إنه العالم تضحكت والشغلين على هيدا تحكوا فـ ونشوف يعني الحلو إنه متل ما قلت إنه هو الأشخاص ما نشوف الـــــــــــــــــــــــــــــ هل اشتغلو يشتغلوا نشوف انه يمكن متل ما قلت انه ما ضرورة تكون هيدا الشي يعني والله انه برنامج ما عم بيقولوا برنامج ثقافي يعني وفرجة صورة حلوة عن دباي يعني التصوير رائع شفنا دباي متل لاس فيغاس وهيك يعني نحنا ليش اخدين فكرة انه لاس فيغاس او اميركا بالهوليود موفيز حلوة كمان لانه التصوير ساعد بها الشي بسرح لهونيك انه فيه اشياتي فيه اشياتي محلوة نظر بس فيك هوملس كتير بيقول لي محلا بيحكي عنه نعرفت يعني مثلا ونحنا انا الشي اللي لازم نكون فخورين فيه مثلا ميلد و باي بلينك انه التيم كله عربي ما انه جايبو تيم نتفلكس انا بعرفهم البروديوسرز المخرج يعني اللي انه بتعرف بالدمان بسير كله بيعرف بعضو تيم لبناني عربي مش بس لبناني ففي من الكل فكبروداكشن it's high level كنوع content it's not for everyone although it is for everyone العالم اللي بيتهجموه بيكونوا بيحضروا بالسر سننا نعرفهم يعني صار معروفة خلاص it's trended وفي سيزن 2 صح وما حدا يقول انه هاي دي مش دوباي هاي دي مش دوباي صح هاي مش بس دوباي هاي بارت من دوباي وفي كتير قصص اتنايناتنا بنعرفه وكل عام تعرفه انه في قصص بس للتيفي بتنعمل او بس لل يعني يمكن انه امشور انا مش كل يوم بيعوا هني بحطوا شانتات براسهم وبيعملوا بيعملوا full makeup انه خلاص عم بيعملوا high production عم بيصوروا فانه بصيروا العالم ايه بس حدا بيكون هيك بر in real life لا ما حدا بيكون هيك بس بالنهاية هني اشخاص مش ممثلين هني اشخاص نشحين بالحياة صح يعني هني اشخاص كل واحد زينا انا بعرفها وزينا اشتغلت ع حالها فعلا هي يمكن اوكي تاخد هيدا البارت انه جيت معي 300 دولار بس كمان البنت اوكي اشتغلت ع حالها وتعبت وعملت شركة يعني هو his voice of dubai يعني كل عالم بتسمع فانه ايه العالم بس بيحبه ينتقده بارك ما بعرف انه يحسوا حالهم احسن بس هو كمان الانتقاد بخلي الشو يصير فيرل اكتب مظبوط بس يمكن بيأثر على الاشخاص وهون انه بيجيكن انتقادات انتو هيك بتحسوا مرات انه يعني ليش هالمسجز او عم بتتأثروا فيها بلايك انه يعني انا بشوف الدناء ازواق وانه نحن المحتوى اللي من قدمه ما كتير يعني بيدعي لانه حدا يتهجم علينا بس بيضال فيه تعليقات سلبية خصوص الناس يعني بتكون ورا الشاشة بتحس حالها كتير عنده سئة بحالة انه يعني تبعتلك ميسج تتوقعك او انه تقولك شي مش يعني بيأذيك بس نحن يعني ما كتير يعني من جارب ما نتأثر عرفت بهول التعليقات خصوصا انه موجودين يعني حتى مش لانه نحن اللي منلاحظوا انه اذا ردينا على شخص بس اول شي بينصدم تاني شي بيقلك لا 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 انا عم بمزح معك ما قصدي انا كتير بحبكون انا كتير بحبكون لا 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 ما قصدي انا ما قصدي شي بيفكروا انه بيصيروا انه يمكن اوقات attention seeking يعني بدهم بس هاي دي الattention منك يعني بيجربوا يأذوك بترد انت بيجعوا بيتراجعوا على الشي اللي حكيوه يعني نحن ما يعني ما من جاوي بعادة انا يعني وحتى يعني الحمد لله ما كتير هالقدة بيجينا نحن محتوى مش كتير كنتروفرشل ما منعتمد على الدراما ما انه ما منحكي عن حياتنا الشخصية نحن كتير مركزين شغلنا انه الكوميدي يعني عرفت عم نشتغل يمكن كأن مسلسل عم نقطع اكيد حياتنا انه منشارك التفاصيل مسلا انا اكيد بشارك قصص مسلا اوقات انه يعني نحن بدنا نكون طبيعيين يعني نحن ما بدنا كمان نفرجي هالصورة المثالية لا نحنا انا كتير بحكي عن يعني هلا اللي بقطع فيه يعني الاوقات الصعبة اوقات المبسوطة فيها عرفت فنحنا كتير منشارك هول المواضيع بس كمان ما كتير يعني واش كل الوقت يعني مسلا اذا اختلفت انا وميرو ما بطلع على الستوري وبقعد ببكت لا انه هيدا الشيء يمكن ما ما بيعني العالم ما ما بيقدم ولا بياخر يعني فبهولة الاشياء نحنا بننتبه شوي شو بعدان بالنهاية الناس شو عم بتشوف عشرين من المية من حياتك يعني انه كمان ما فيك تشارك كل شيء كل شيء قدي بتلحق كا كونتنت العالم شو بده وقصص هلا اللي حكينا على الاشياء الاموشنال على الاشياء اللي العالمي هوني مثلا بتحب الكونتروفيرسي شوي صغيرة مع انه بتلاقي بره شوي لا انه بيحبوا السمارت كوميدي بيحبوا انه كرياتيف اكتر شوي في بارت عندنا ايموشنال ما بعرف قدي بعدنا يعني عم نفوت فيه او الكونتنت عم يلحقوا ولا عم نهرب منه ولا عم يتغير هدا الشي عند الاودينس انا بحس هو الطريق الاسهل انك تروح على الكونتروفيرسي وتروح على قصص الدراما لانه هلأ اذا هلأ انا يكبع بالدراما we both go on a trend هلأ امال بتتفل الستوديو كيف سألتني هالسؤال بيجيب وانا اذا منقعد نحكي هلأ ساعة ونص عن علم الزرة وهيك ما انا رايح يحب او مدرور يكون هلأ الكوميدي الهاتفة مثلا او مش الهاتفة اللي مثل ما انحنا عم نعمل مثلا انا بلاقي انه كتير عم نتعب على كل فيديو يعني في فيديوهات بياخدوا ثلاثة اسابيع شغل اوقات فيديو بيصوره انا ويحب عشر ثواني واي نوقت سترند وحيجيب كتير بيجيب خمسة مليون وفيو وهيدا اللي يصلي جمع ثلاثة جماعة بيشتغل عليه بيجيب ثلاثمائة الف فيو يعني اتون منع بالارقام بس هيدا التواند فايرل اخد مني عشر دقائق تصوير مصد دقيقة تفكير بس انا بيك هلا عم نحكي عن ما عم نحكي عنه للفيديو منه انباكدفل يعني ما بيترك أثر بيجيب لك فيو فوعه ويلا بس وقت انا تلاقي بالعالم بيحكوني عن للموت مثلا او عنده بايبلينك هول من اقل القصص اللي جيبوا فيوز عنه بس انباكدفل يعني انت هون بدك تنقي ساعتا هل انا بدي ارقام لمجرد انه بدي ارقام او بدي ارقام مع محتوى مؤثر مش قصدي مؤثري غير لك حياتك بس مؤثر يعني يترك انطباع عن العالم نحنا مين يعني نحنا هلا فيك نكون عنا مليونين على انستغرام بكرة بعمل لك الدراما بس نحنا من دل نحكي انحنا بهيدا الموضوع بس نحنا طلعنهن يعني درجة درجة بلا لما لقد حسيت طلعت الفولورز عدهري ومشيت فيهم بس اتنين مليون فولور ومين هن الفولورز بدك تعرف انت مين او انا شو عم بقدم يمكن زيتهم بس ممكن يكونوا يعني يعني فولورز يعني يمكن العمر تبعهم بحبوا الفان اصغر صح صح بس اصدق نحنا يعني كلمة يعني هلأ عم نحكي سنة من الفين وسبة عشر منجرب ونحنا عم نلاقي حالنا يعني العنا بقولونا ايه انتوا قبيتوا بسرعة لأ انتوا شفتوا الاب اللي بسرعة لانه تعرفتوا علينا وقتها طلعت البيج بس نحنا هلأ اصرنا ست سنين سبع سنين عم نعمل content هلأ اخر سنتين للعالم تعرفوا علينا الماسز قصدي فهيدا شي انقرار شخصي انا وميل يمكن ما بعرف تربيتنا الباكراون تبعنا شغلنا ما ما سمح لنا او ما خلينا نكون بمحل انه بهمنا الفيوز عحساب سيتنا او احساب نظرت نظرتنا لحالنا او نظرت المجتمع وصراحة بالاول هيك بلا شي بعدين حبينا الامج البراندي انه بتعامل براند لحالك انا هلأ اذا بدي اشتغل مع براند انه انا رح نصير براند انه هو الان رح حالا عم بيعملونا الكمبان يعني فهيدا شي بأثر بتلاقي العالم يلي عنده خمسة مليون اوقات مش كلهم بس عملك يلي تلع من هالنوع المحتوى ما عنده نفس الامباكت يمكن او في منهم the best of both worlds مثلا يلي عنده مثلا هدي المرعي انا بحبه كتير وعنده مليون يعني ما اصدق انه اللي عنده مليون منه منيح بس احنا ما انفهم غلط اصدق انه في عالم يعني حلو انك توصل للرقم اللي بدك ايه او هيدا بس مع كمان انه من دوما تعمل compromise على غير اصص فداتس واي انا ما بيجينا كتير هيت وقتا يجينا هيت او وقتنا نفوت متسلة انا ومال برد دغري بعملون بمحون انا بعمل سكرينشات بعدين فود فريد انا بسأل حالي انه شو الهدف يعني شو يعني ابدا ما الى طعمة يعني بس انه عم نستقوي ورا الشاشة يعرف ايه بس انه حمد الله مبسوطين نحنا وين نحنا وبالبيسة اللي نحنا ماشيين فيه والعالم عم بتقدر مش بس العالم الشركات و يعني وقتا ناتفلكس تيجي بديو يشتغل معك وقتا ديزني بلاس تيجي بديو تشتغل معك فمش الرقم هو الوسويس او الهدف يعني وبيخد وقت الكونسسنسي بده بده يعني بده اسرار على كل شيء صح يعني نحنا عن جد عن جد ما في ولا نهار اف يعني حتى هلأ مع البيبي وهيك اوقات اذا منكون اف وهو بس انا بده ينام قومي صوري ومسل يعني بيتطلع فيي حاطة ميك اوب مزابطة شعراتي يلا قومي اعرفت يا صير انا انه يا الله يا ريت ما حطيت ميك اوب اليوم اوقات بفكرونه عم نتكبر عليهم العالم مسلان احنا بدوباي انه تعون نظهر عن جد ما عم نظهر يعني تخيل بين شغلة وبيبي وشغل وتصوير يعني معك صالنا اسبوعين من هيدا مش لانه عاملين حالنا دييفا مثلا اليوم ادق التفاصيل بل تعمل شعر على تجي اليوم لازم تعمله مبارح يعني انا لغيت تصوير فيديو مبارح فقلت له اليوم بديك تصوريه مثل الشاطرة فعني التفاصيل الصغيرة بياخد وقت والكرياتيف يعني بديك تطلع بالافكار بديك تدرس اشياء معينة وتصورها وتعمل بوست بروداكشن ايه يعني اذا فيديو بياخد خمس ساعات مش متل فيديو بياخد خمس دايه في فيديو بياخد خمس ساعات تصوير يعني ديزني بلاس خلق حرقنا نهار يعني مين عنده خمس ساعات بنهار فاضي يصور يعني فايه اتس هارد انا كتير مبسط فيكون ونحنا كمان عن جد نكمل حلقة عش ساعات ايه عن جد بعرف عنديك بيبي وبدك اه لا شو شفتنا بعمل هيه لا 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 بس عن جد انا كتير مبسط فيكون نحنا الحديث لا يمال عن جد نحنا كتير مبسطنا نحنا كتير مبسطنا بالحديث معك وانا كمان سوري اذا كتير بيحكي بس انه انا بحكي كتير لا لك يعني خلينا احكي شوال ايه انه انت شو اولا لا لا زبطنا عملنا بالانس ايه لا عملنا بالانس اصص بعدين اذا حسيتني اكتر لا عملنا بالانس حطونا كومنس العالم نشوف انتو عطونا رأيكم بالحلقة اذا في شي موضوع عبادكم نحكي فيه اكتر باقي بنجي عند الحكمات مرة تانية ماشاءلت اكتر وسبسكرايب معنا ما بقول هاي ديبس سبسكرايب عنده وعننا يلا مبالا اولا ليشو سبسكرايب تو حكماتشانل يلا thank you so much شوفكم سون